طيب بداية كده بس فيه لازم الكلمتين اللي بنقولهم تعليقا على أحداث قد ما تكونش يعني مرتبطة أو بموضوع الحلقة لكن أحداث مهمة كنت ليك مقالة كانت مقالتك دائما هوامش وتفاصيل فديه الهوامش لا يعني الهوامش اللي حقولها التفاصيل حنخليها البعدين يعني حدث ان أنا في ناس كتير اتكلمت عملت حديث مع أحد كبار الإعلاميين في قناة مهمة وتطرق الحديث أو كان الموضوع الرئيسي طبعا الموقف العام اللي بيحدث في النادي الأهلي وقلت مجموعة من الأراء وقدم الإعلامي الكبير الكابتن أحمد شبير يعني اقتراحا ان احنا نعمل كذا حلقة تتحدث عن تفاصيل أكتر في الموضوع الخاص بالنادي الأهلي والانتخابات طبعا أنا قلت له أوكي وبتأكيد وكده لكن عندما يعني رجعت وشفت العقل لقيت لأ ان في حقوق وحقوق تجارية مهمة تلزم اللي عايز يعمل أي حاجة لازم يستأذن من الراعي وخصوصا عندما يتصدف أن راعي البرنامج وراعي القناة بريزنتيشن فأنا يعني من هنا باعتذر لكابتن أحمد شبير وبقول أو أي حد تاني لأنه كان فيه أكتر من حد عايز يعمل معايا لقاءات الفترة الجاية نظرا هم شايفين أننا رجل عدو جمعية عمومية ولي رأيي في الموضوع فالناس في الحالة دي بتحب تستضيف بعض الناس اللي يعني يتوسمون أنه ليهم رأي أو رؤية في الانتخابات فأنا بعتذر لهم جميعا اللي عايز حاجة عندكم الراعي لازم نحترم عقودنا وأنا هاحترم هذا تماما وبعتذر لكل من وعدته بلقاء لأن الحقيقة ده مش حق الوعدي اللي عايز حاجة يقدر يستأذن وأنا تحت أمر الجميع ولكن سأحترم تعقدي دي حاجة